الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذه الكلمة الطيبة عند أخونا صباح في هذه القرية المباركة ونشكر لهم هذه الدعوة الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زواج أخيه وأن يجعلهما من الصالحين وأن يهبهما الذرية الصالحة وأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليهما في دينهما ودنياهما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في جميع الأوامر وذلك أن الخطاب إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا خطاب لأمته إلا أن يدل دليل على التخصيص لذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن أعظم الأمور التي يجب أن يتعلمها الناس حق الله عز وجل بأن تصرف له العبادة ويدل على هذا الحق أمور كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاءت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى هو موجد الكون ومن فيه وحده أن الله سبحانه وتعالى موجد الكون ومن فيه وحده ولذلك تجد الآيات في الربوبية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه كلها من الأدلة على التوحيد فكون الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الجن وخلق السماوات والأرض هذا من أدلة التوحيد ويلزم الإنسان من ذلك أن يصرف العبادة لهذا الخلق أيضا من أدلة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك اتصف بصفات الكمال وبنعوت الجلال البالغ في الكمال غايته فالإنسان يتضرع لربه تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير لأن الله سبحانه وتعالى هو القوي القدير لأن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم السميع إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلا وأيضا تصرف العبادة لله وحده ولا يشرك معه أحد لأن الله سبحانه وتعالى وصف من صرفت له العبادة سواء كان صالحا أو غير صالح أنه لم يتصف بالصفات التي تؤهله لأن يكون إلها وأنه لا يستحق العبادة مع الله لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين في صرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ويبين لهم أن هذه الآلهة التي صرفوا لها العبادة أنها محتاجة مفتقرة لشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وقال الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إلى قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وإلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن من دعي وعبد من دون الله سبحانه وتعالى أنه مفتقر إلى الله فلا تجوز له العبادة هذا من دلائل التوحيد كذلك من دلائل التوحيد ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما حكاه الله عز وجل من ابتلائه لصفوة أوليائه وهم الرسل سادات الناس عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأمور فاحتاجوا إلى الله سبحانه وتعالى في النصر واحتاجوا إلى الله عز وجل في الشفاء واحتاجوا إلى الله سبحانه وتعالى في ردك الأعداء واحتاجوا إلى الله سبحانه وتعالى في الولد وكل هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عن الأنبياء عن نوع عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر وعن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعن زكري عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ماذا يستفيد الإنسان من حكاية كل ذلك في القرآن الكريم يستفيد أن هؤلاء الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم هم أنفسهم مفتقرون إلى الله وأنهم لما نزل بهم هذا الامتحان والابتلاء ابتهلوا وتوجهوا إلى الله فرفع الله عز وجل ما بهم ودفع عنهم ما بهم وإذا كان هؤلاء هم صفوة الله فلا يكون في ذلك إساءة ولا يكون في ذلك جفوة إذا قلنا أن غير الله أو أن من دون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يستحق العبادة لما نجي نقول إذا كان ديلا الرسل فكيف بمن هو دون الرسل فبعض الناس يسمي هذا إساءة ويسميه تنقصا للأولياء إلى غير ذلك من الكلام هذا كل مخالف ويلزم هذا الإنسان المعترط يلزمه أن يطعن في كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام وأن عيسى عليه السلام وأمه مفتقران إلى الطعام وذكر الله عز وجل في صورة الأنعام أنه هو الذي يرزق وأنه هو الذي يطعم وأنه لا يطعم أو أنه لا يطعم كل ذلك موجود في القرآن حتى تكون عقيدة العبد في هذه الدنيا تكون العقيدة في ربه تبارك وتعالى وغير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل التوحيد في سنته عليه الصلاة والسلام ثم أيضا من دلائل التوحيد أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء سيخذلهم هؤلاء الأولياء في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة كذا بتلقى الآيات كثيرة جدا في بيان أن الأولياء يتبرؤون ممن تولاهم من دون الله سبحانه وتعالى أحوج ما يكون إلى من ينصره ربنا قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة ربنا قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم شنو ضده وزي ما ربنا عز وجل قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين يقول لا أنا كنت غافل عن عبادتك وأنا ما كنت عارفك وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تبرؤ من 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 التصق به غيره عاما وذكر كذلك تبرؤ الأنبياء وذكر كذلك تبرؤ الملائكة كلهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم حتى يكون الإنسان على بصيرة وحتى لا يكون لأحد حجة على الله عز وجل بعد هذا البيان الواضح في كتاب الله عز وجل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمثلة الكثيرة في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أخوانا من أهم الأمور وهو أهم الأمور هو أن يتعلم الإنسان هذا النوع من الفقه الذي يسميه العلماء الفقه الأكبر لأنه به نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة وبه يكون الأمن في الدنيا والآخرة وزيادة على أهمية هذا الأمر أنه قد قل دعاته وكثر مناقضه وكثر مناقضه وأبتدعت المواسم التي ينشرون فيها مناقضة التوحيد زيل الليامدي الموالد تنصب الخيام والسرادقات والحلاوة وتاتي الطرق بخيلها وخيالائها ويمارس في هذه الساحات من الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر والبدع والضلالات والخزعبلات والتفاهات والسفاهات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أول مما تجي خاشي المولد تلقى فوق الطريقة القادرية الطريقة السمانية الطريقة الكذا أول مسألة دي تفرق بمسألة المسألة الثانية تجي تلقى فوق صورة الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة ما بتدخشين الملائكة ولو ما معلقين صورة الملائكة ما بتدخش محل بتعذن إلا تكون ملائكة عذاب أو ملائكة نقمة لكن ملائكة رحمة محل زي دا ما بتدخش عشان كده عمر بن الخطاب قال لا تدخلوا على اليهود والنصارى في أعيادهم فإن الصخطة تنزل عليهم رفته دا كلام عام كان في اليهود والنصارى لكن في كل الأعياد المبتدعة التي يمارسها هؤلاء الناس فتلقى فوق في بداية الخيمة مدد يا دسوغي مدد يا ريكيني مدد يا فلان مدد والمدد من الله سبحانه وتعالى كما قال نوع عليه السلام وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أها بيحصل شنو يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم المدد من منه المدد من الله يكتبوا ليك فوق مدد يا أب 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 أضانا شنو كده لبنية دا شنو دا يا ناس المدد من ربنا سبحانه وتعالى دا هذا الإنسان لا يملك لنفسه فضلا لغيره نفعا ولا ضر ولو كان بيملك لنفسه شيء ما كان جعم الخيمة هنا رفت هصلا الخيمة دي عبارة عن شرك شركوا به وللناس المساكين حتى تكون عبارة عن مصدرا لأكل أموال المساكين كن مصدر لأكل أموال المساكين بعد ذلك تعالي شوف البدع والكذب على الله والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شنو كده العلماء كما قال ابن الحاج في المدخل والإمام الفاكهاني وأكثر الناس تشددوا في هذا الأمر هم المالكية قال الإنسان إذا كان يأتي بصحيح البخاري ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصاحب ذلك الاختلاط ولا الرقص ولا الطبول ولا الغلوء ولا غير ذلك قال لكان هذا أمرا محرما وبدعة منكرة لأ المالكية قالوا كده قالوا كده تعالي شوف اللي بيحصل جوجنا يحصل منادات غير الله ودعاء غير الله ومنادات النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والإدعاء بأن هذا هو متح النبي صلى الله عليه وسلم تلقى قصيدة يقول لك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ما عندي زول غيرك أو ما عندي أحد ألوذ به سواك ولا حتى الله ذاته ليه رقلت كده لأن أخوانا هذا الكلام جاء بأسلوب النفي والاستثنى أسلوب الحصر والاختصاص قال ما لي من ألوذ به سواك ما دي نافية وسواك دي أداة استثنى عند حدوث الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعادي يدي وإلا فقل يا زلة القدم يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لو ما جشاني قال قال إن لم تكن آخذا يوم المعادي يدي وإلا فقل شنو يا زلة القدم طيب غد يقول لك أنا دائر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بتين يوم القيامة نقول له الشفاعة عندها شروط النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشفع على أي زول شوف حديث الحوط النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَيُذَادَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ عَلَى الْحَوطِ فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي وفي رواية أُصَيْحَابِ أُصَيْحَابِ فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكِ فَأَقُولُ سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ وَبَدَّلْ فهين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإنسان دم مبتدع ما ملك له من الله شيء وكذلك الشفاعة نبي صلى الله عليه وسلم قال قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة ها طوالبس كده؟ لا قال فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيء لا يشرك بالله شيء والكلام ده شرك بالله عرفت؟ نمرة ثلاثة الأنبياء يوم القيامة ما بيدعو إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وابي هريرة حديث الشفاعة قال ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم الأنبياء يوم القيامة بقولوا اللهم سلم سلم وده بقول قال إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فقل يا زلة القدم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها قال من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخر يقول لها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا في صورة المؤمنين أو المؤمنون قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو سألت المشركين الدنيا دي حقت منه؟ قال حيقول لك حق الله حق الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله الأرض ومن فيها حق تمنه ربنا قال لك أبو جهل وأبو لهب والمشركين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي الخندق وفي تبوك وفي غيره حيقولوا الألواطة والفيها كل حق الله كل حق الله اللي نحن بنلقى ناس يقول لك يقول لك دو الدن ديه يعني يقول لك أبو يزوج أمه كم سنة ما جابت ولد لكن بعد ذاك مشوه للشيخ بعد ذاك الولد جام والكلام ده بصرح بو في الإعلام قناة النيل الأزرق خليفة الشيخ الكباشي عمليم معه ولقاء قال والله الكلام ده جاب إنه في تلفزيون السودان والنيل الأزرق النيل الأزرق كان لغاء وده كان برنامج قاعد براه بدون موزع في قناة التلفزيون القومي تعجي السودان قال الشيخ الشامي قال ده خليفة لهم قال جاه واحد وقال له أنا دائر ولد وقبل ما يخش عليه لقى ولد الشيخ فقال له أنت ماشي وين قال له ماشي لأبوك أنا دائر لي ولد والولد من الله ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لله اللام حرف جر لفظ الجلال يسمى جرور والجملة في محل رفع خبر مقدم والخبر أصلا في الجملة العربية مفروض يبقى في نهاية الجملة لكن هنا ربنا جابه في البداية ليفيد الحصر والاختصاص يعني دحق الله براه خاص بأله ما في أي مخلوق بدخل كراء هنا لكن الصوفية جدخل كراء والكلام ده باطل رفتا قال بعد ذلك قال له وديتك ولد ماشي للشيخ جوا قال له انت أنا جيتك ودائر ولد ولدك لا قاني وداني ولد قال له خلاص أنا زاتي اديتك ولد لكن خلي ولدي يفرز الولد اللي أداك له من الولد أسي ده مش حاجة غلوتية هذا زي القردة الكبير خط قدرته فوق قدور القردة الخاتياتة القرودة الصغار ياخدش نددة ده لأبساء يا ناس بيقول لا حق قد الله والغريبة إنه أبو جهل وأبو لهب الموضوع ده الموضوع ده كله بيقول لك ده حق الله لا بخش فيها ولد ولده ولا ودبته ما بخش فيها أي حاجة في إمتى أبو جهل ما بيقول لك الموضوع ده حق اللات ولا حق العزة ولا حق كذا ولا حق كذا بيقول لك حق الله براه عشان كده يا أخواننا ده مشكلة عشان كده ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ومن قوله سبحانه وتعالى ومحيايا ومماتي لله لله رب العالمين يدخل في ذلك أيضا أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لأنه ربنا قال ألا له الخلق والأمر فالتوحيد يكون لله والشرائع تكون لله أيضا فالإنسان ما يأتي بأمور مبتدعة لأنه في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم يمن القيامة حيدعو عليك لما في الحديث القبيل النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تجي تاخد إنسان وكمان ظهروا الوضو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفهم غرّا محجلين من آثار الوضوء ناس كانوا ما شاء الله بتوضو والوضوء بتاعهم ظاهر يوم القيامة الملائكة يجي يشربوا من الحط تضربهم وتطردهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي فالملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيدعو عليه يعني إنسان يجي يعمل له حاجة دارد قرربي عليه الله يكون تكون هذه البدعة التي جاء بها سببا في أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وإنت أنا البلاول فيها الله يمرقنا منا البلاول اللي أنا إحنا فيها نحن ذاته شغلتنا مجهجة لا لقينا غزوة بدر والله أعلم لو لقينا نكون قاعدين وين ذاته بيجاي ولا بيجاي ولا كون زغنة نزلت فينا آية نظر الله يرحمنا فإنه وكي شغلتنا مجهجة ما نجدنا نخبط مرة واحدة شفت البدع والشرك دلتبعد منهم بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يدعو عليه يقول سحقا لمن غير شنو وبدل دع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودع عليه في موقف عظيم جدا فده لا يفلح أبدا ولذلك أخواننا الإنسان عليه أن يكون في هذه الحياة الدنيا على وفق ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا أن تكون حياة الإنساني وفق الشريعة ودي بتريحك في زواجك تكون وفق الشريعة في وفاتك تكون وفق الشريعة ما تجيب بدع في العيد في غير من أمور الإنسان في جميع حياته جميع شؤون حياته يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعلم قالوا الإنسان إذا كان في كل حياته في كل حياته يعني يتحرى السنة ويتحرى يعني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يوفقه إلى حسن الخاتمة حسن الخاتمة دي ما بتجي ساي زول معود على الشرك لما ينجي يموت ده إلا ربنا سبحانه وتعالى يرحمه وينعم عليه لكن في الغالب يقول الشيء كان متعود عليه يدعو في الفقرة ويدعو في كده ويدعو في كده إنسان كان على السنة عشان كده بتلقى في سيرة الصالحين من العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم من أهل العلم واحد تلقاه لما جاء الموت قال للجماعة سمع أزان المغرب قال لهم وضوني أسناء ما ماشي للجامع ربنا سبحانه وتعالى قبض روح هذه إشنو حسن خاتمة علي بن الفضيل بن عياط سمع القارئ يقرأ فإذا نقر في النقور فخر مغشيا عليه فحملوه ميتا عرفته؟ دي كل من حسن الخاتمة لكن يا أخوانا الإنسان يكون على البدع يكون قلبه معلق ولسانه يتعود أسي زلت بعد مرات يقول لك والله يا أخي التوحيد ده ما فيه كلام عشي يقوم فوق يقول لك يا كشيفنا تقول لي يا عمنا ماسي قلت يقول لك والله كلامك صح لكن لساننا تربط على الشغلة دي فده ده في الغالب إذا ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع بيطورط بعدين لأن يا أخوانا اللحظات بتاعت المؤدي ما هينا والأسئلة والتثبيت ده من الله شان كده ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالإنسان يسأل الله الثبات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ونشكر لأهلنا هذه الدعوة الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يبارك في جميع أهل هذا البيت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأقدم الشيخ وبكر سبحانه وتعالى